السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نتعلم كيفية حساب النسب المثلاتية لزوايا خاصة ونعمل على الزاوية 0, 30, 45, 60, 90 إذن بالسينوس ألفا إذن شنو كنديرو هنا كنديرو جدر 0 على جوج البسط كنزيدو بالواحد إذا ندرنا جدر 0 نديرو جدر 1 على جوج جدر 2 على 2 جدر 3 على 2 دائما المقام ما كيتغير البسط تزيدو 1 جدر 4 على 2 إذن سنحاول مستو هاد الاعداد هذي جدر 0 هي 0 على 2 تساوي 0 جدر 1 كذلك تساوي 1 إذن 1 على 2 جدر 2 على 2 العدد يبقى كما هو من كليش نبسطها الكتابة جدر 3 على 3 نفس العملية العدد يبقى كما هو جدر 4 هي 2 على 2 بعد الاختزال يبقى كما هو 1 إذن هده هما الاعداد اللي لقيته لقيتها 0 لقيتها 1 على جوج جدر جوج على جوج جدر 3 على جوج والعدد هو 1 بالنسبة للقوس هاد الاعداد اللي لقيت كنكتبهم بالمقلوب إذن كان عددنا واحد في آخر خانة قد نكتبه في أول خانة كانت عندي جدر 3 على جوج كنكتبها في الخانة الثانية الخانة لوصانية ما كتتغير كيبقى جدر جوج على جوج من بعد واحدة على جوج وآخر عدد اللي هو السفر إذن الاعداد اللي لقيت في السينوس كنكتبهم ولكن نبدأ بآخر عاداد إذن هادا القوسينوس بالنسبة للطنجنت بعرض أن الطنجنت هو السين على القوس إذن كنديرو السفر على واحد في حالة الأولى سفر على واحد وسفر على واحد تساوي السفر إذن الطنجنت ديها السفر هي السفر بالنسبة للحالة الثانية لدينا السينوس تساوي واحدة لجوج والكوس 30 تسوي جدر ثلاثة على جوج إذن واحد على جوج بس نبسطها الكتابة كان نضربه في المقلوب ديال المقام له هو جوج على جدر ثلاثة عندنا جوج في البسط والمقام كان نختسل بهم يبقى عندي واحد على جدر ثلاثة إذن واحد على جدر ثلاثة الطنجون 45 وكوس 45 متساويين إذن 60 على الكوس يعني جدر جوج على جوج وقسومة على جدر جوج على جوج كتاعتين واحد بالنسبة للطنجون 60 هو المقلوب ديال الطنجون 30 إذن كانت عندنا في الثلاثة واحدة جدر ثلاثة المقلوب ديال واحدة جدر ثلاثة هو جدر ثلاثة لأنك تعرفوا بأنهم كي يكون عندنا زاويتين متتمتين فالطنجين إذا كانت عندنا آلفة جدر ثلاثة جدر ثلاثة Mall في الطنجون ل hierarchي يكون واحد على الطنجون طنجون 30 نقص واحد على الطنجون والائكس كدليك طنجونة中 يدى 1 للتنجون 30 آخر حالي لدينا تنجون 30 لدينا 20 ما السيساوي 1 السيساوي 0 اذا تنجون 90 غير معروفة ما يمكنش أن ندخوها